كتبنا معنا نعلن ايميلنا هذا هو هذا هو كتابي المقدس انا اؤمن بكل وعوده الصالحة تأتي على حياتي لا يوجد فيها تشويش انا جاهز كي استقبل كلمة الايمان التي تزرع فيها فتعطي ثمار 30 60 100 سوف اتغير بنعمة يسوع سوف اتغير وسوف يا رب اصبح مشابه لصورتك وسوف اعمل مشيئتك في حياتي وسوف اطبق دعوتك على حياتي يا رب والبي ندائك لكي اتقرب منك اكتر واعمل كل ما في قلبك في حياتي واخدم جيلي في ايامي امين يا رب كي تجعل من هيدا الجيل سهام مبري في يدك يا رب تمسح الكلمة المتكلم وتمسح قلوبنا وافكارنا وازهالنا يا رب حتى تكون مستعدة لاستقبال كلمتك وسماع صوتك وحدك يا رب نعطيك كل المشد امين اتفضل يا احبا اشعية ستة ما فيه الاعادة افادة سفر اشعية النبي صاح السابس فتحنا بالعهد الاذيم سفر اشعية بعد نشيد الانشان في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وادياله تملأ الهيكل السرفيم واقفون فوقه لكل واحد ستة اجنحة باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجده ملء كل الارض فاهتزت اسسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا فقل ويل لي اني هلكت لاني انسان نجس الشفتين وانا ساكن بين شعب نجس الشفتين لان عيني قد رأتا الملك رب الجنود فطار الي واحد من الصرفيم وبيده جمرة قد اخذها بملقة من على المذبح ومس بها فمي وقال ان هذه قد مست شفتيك فانتزع اثمك وكفر عن خطيتك ثم سمعت صوت السيد قائلا من ارسل ومن يذهب من اجلنا فقلت فانا ذا ارسل امين الحقرى مقطع صغير من اخبار الايام التاني سبتة وعشرين تحت شوي نعرف من هو عزية في سنة وفاة عزية الملك اخبار الايام التاني ستة وعشرين صح طويل ما رح نقرى كله لكن رح نقرى تقريبا سبب وفاة عزية فنعرف هالزلمة لوين وصل لهون من العدد 11 اخبار الايام التاني ستة وعشرين وكان العزية جيش من المقاتلين يخرجون للحرب باحزابا حسب عدد احصائهم عن يد عئيل الكاتب ومعصية العريف تحت يد حنانيا واحد من رؤساء الملك كل عدد رؤساء رؤوس الاباء من جبابرة البأس 2600 وتحت يدهم جيش جنود ثلاثمائة الف وسبعة تلاف وخمسمائة من المقاتلين بقوة شديدة لمساعدة الملك على العدو وهيأ لهم عزية لكل الجيش اطراسا ورماحا وخوذا ودروعا وقسيا وحجارا ومقاليا وعمل في أوروشالين من جينقات اختراع مختارعين لتكون على الأبراج وعلى الزوايا لترمى بها السهام والحجارة العظيمة وامتد اسمه إلى بعيد إذ عجبت مساعدته حتى تشدد ولما تشدد ارتفع قلبه إلى الهلاك وخان الرب إلهه ودخل هيكل الرب ليوقد على مذبح البخور ودخل وراءه عزريا الكاهن ومعه ثمانون من كهنة الرب بني البأس وقاوم عزية الملك وقال له ليس لك يا عزية أن توقد للرب بل للكهنة بني هارون المقدسين للإيقاد خرج من المقدس لأنك خنت وليس لك من كرامة من عند الرب الإله فحنق عزية وكان في يده مجمرة للإيقاد وعند حنقه على الكهنة خرج برس في جبهته أمام الكهنة في بيت الرب بجانب مذبح البخور فالتفت نحوه عزرياه الكاهن الرأس وكل الكهنة وإذا هو أبرس في جبهته فطردوه من هناك حتى إنه هو نفسه بادر إلى الخروج لأنه وكان عزية الملك أبرس إلى يوم وفاته وأقام في بيت المرض أبرس لأنه قطع من بيت الرب أمين قطع من بيت الرب تقريباً أخذنا فكرة منوها الزرنة عزية ملك خدم وحكم بلاده 52 سنة أطول مدة حكم حكمها ملك إذا بنقرأ غير ملوك فيه بالأربعين فيه بالتلاتين فيه أقل فيه أكتر بس 52 سنة كان أمره 16 سنة لما حكم إسرائيل وظل 52 سنة ملك قال وصل اسمه إلى بدخل مصر كتير الناس شافوه في الارتفاع شخص الله بيركه بلش ببداية حياته بداية رائعة من هكت الكتاب بيقلنا أذكر خالقك في أيام شبابك نادراً ما بتلقي شخص بهالعمر بيبدأ شرير بيكون بعد فيه شيء من البراءة بطبيعته إنا الرب قدر يشتغل عليه ببساطة بس لما بيكبر الإنسان يبيقصه تعرفوا مثل الشكلة لما منزرع شكلة هي وصغيرة فيك تجلسها تعمل حساب من قبل حتى ما تطلع على وقا طب تحط العودة رفيعة وبتربطها فيها تطلع جالسة بس إذا تركتها مثل ما هي وإنعوجيت وإسيت ولقايتها بعدين عم بتميل إلى مكان يمكن أنجارك عم تجويل وجنينته عم تأذيه عم تضطر إنك تلقي حل إذا بدك تجلسها ما فيك تجلسها وإذا كنت أقوى منها تتجلسها بدك تطقها وتكسرها أو بدك تنشر وتقص الأماكن يلي محلة غلط بس تجلسها كلها سوا صعب من هيك وصيب الله اذكر خالقك في أيام شبابك كم أحد شب الليلة كم صبي الليلة لحق حالك لحق حالك لما بتكون بعدك بأول حياتك الله قادر يزرع فيك لأنه بعد صفحات قلبك ودميغك في أماكن يكتب عليها في أماكن يحفر فيها في أماكن يختم فيها وهي ده الشي ضل لكن لما بتكبر وحفرت اللي أنت بدك ياه واللي العالم حطه برأسك واللي الناس أناعوك فيه والمجتمع أغراك فيه واه 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 بيجي الرب بدي يحط فيه بدي يفتش له على كشبان ممكن مسيحة كشبان يحط يكشين أو بدي يشحل منك شي بطريقة ما وهنيك الآخ أو الآي صح عزية بلش بدي رائعة ونحن في مثل باللبناني منقوله منعرفه الشيء أولته يا إخرته صح؟ أولتك ما بتحس قليل تتسخن قليل تتمرد قليل تتنوجه قليل تتحس بالمسئولية قليل بس ما تكبر الأيام فيك وبتبلش مسئوليتك تكبر هونيك بتبلش حسابيتك أشعية كان واحد من أعظم أنبياء العهد القديم يلي كان عزية بالنسبة له مثال مثال مميز بالنسبة له كان سنده حتى يقال أنه كان فيه أرابي بينه وبين الملك من العائبة فبالنسبة له عزية سند وملك الله باركه ونجح وازدهر وحسن أرشاليم حسن جيشه حتى حسن الأراضي كان يحب الفلاحة كتير عزية فحسن الفلاحين أوضاعهم والساحل ملاب المواشي وكل شيء بيعطي بأماكن معينة اهتم فيه ازدهرت إسرائيل بأيامه كتير كان هو ملك يهوزة نعرف كانت مملكة إسرائيل مقصومة لأصمان كان فيه سبتين مملكة يهوزة وعشر أصباط مملكة إسرائيل لكن المقصومة مطرح ما كان هيكة لله هو كان هونيك فنجح وازدهر وكانت هيديك النظرة لهيك شخص في هيديك الأيام أنه الله راضي على الإنسان فنحن بنعرف إذا شخص الله مبارك وراضي عليه يبقى لدينا ميول لأله نقعد معه نحكي معه نتمثل فيه نشهد عنه نخبر عنه بالنسبة لنا هو شخص نسال يحدث لكن إذا منلاحظ إصحاحات الأولى من أشعياء كانت عم تحكي عن داينوني وضربات بطريقة كتير عنيفة الشعب كان بيستغل مش غلط كان بيستغل لكن اتجه قلب أشعياء بهالطريقة كان بده رجلاج كان بده تعديل بما أنه عزية موجود يا أرض اشتدي ما أحد أقدي أنا نبي الملك ومثل ما قلت لكم كان فيه شيء من الأرابي لكن اللي كان مفتقده أشعياء يلمس حضور الله بحياته ليه لأنه عزية موجود بالنسبة له هو يمتكل بالوقت الحال لو عم ياخد رسائل من الله لكن في شيء اسمه اتجه قلب أنه أنا في عندي شخص مميز بالنسبة إلي هيدا سندي مثل ما بقوله بالمصري يا سندي المرة بتقوله لجوزة دايما يا سندي لكن الله كن ناطر اللحظة الحاسمة تيوع أشعياء ويوع عزية ونحن يا أحبة دايما نمعرضين من بعد كل نجاح يكون في فخنا طرنا كل ما ارتفعت انتبه لحالك كل ما الله بيركك انتبه لحالك يا تراب انتبه القبل السقوط الكبرياء كبرياء تشامخ الروح التعالي أنا أنا مبارك أنا الله عم يستخدمني أنا شخص الله راض علي أنا لحظوا أنا عزية وصلة قال ولما لما تشدد ارتفع قلبه تعرف تعرفوا هيدا التعبير لمن نقال كمان لسي فوروس كبليس لما كان تحك حكمه التلت ملائكة الله التلت الله الله بما كان عطي عز وسلطان وجمال وامتيازات ونعرف أنه كان قائد التسبيح يعني كثير كثير مبدع بالموسيقى ليش بيفهم مبدع بيعرف الموسيقى ما تعمل فقد مكان رائع إذا بتقروا عنه بحسقيال بتقروا عنه بأشعية أشعية 14 حسقيال 22 تشوفوا منوه هذا الزلبة منوه هذا الكائن قال كان مرصع بالجواهر بالأحجار الكريمة قال كان يتمشى بين كوابك بالنار ما فرقني معه السلطة قال إلي أن ارتفع قلبه وصار بده يسكن في جبل الله على كرسية الله في جبل الاجتماع قال يحكم العالم ليه شايف حال ومرتفع جدا عنده ونحن البشر بنقع فيها نفس الشيء انتبه يا تراب صدقني لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنوب نبي كان بده درس ملك كان بده درس شو خلى لقلنا أنا وياك وانصرنا في الموازين إلى فوق تعالوا شو هنا إلى فوق عم بيحكي الميزان القديم اليوم أنا اشتريت سمك من بياه السمك بعده على ميزان القديم فتعرفوا لما بتضمش الدف في دف تاني بتعلها لفوق يعني ما بتوازق متى الدف اللي وقتين الكتاب قول عنا هاي كلنا في الموازين إلى فوق العبرة من أشعية رجل الله يتكلم بينقل رسائل يتشدد والمملكة كانت على أيام وغير شكل شو بعبدوا حسنا هاي مش مثل إرميا لمعتر تعرفوا إرميا حطوه ببيت السجن طعمو خبز الضيق سمو نبي الباكي ما حدا كان يصدقوا يضحكوا ويتمسخروا عليا ما كانوا يصدقوا الرسائل كان يجيبها من الله كان يقلهم ربي قلكن روحوا عالسابة هونيك رحبارتكم بالسابة لأن هاي دق أصاص أوروشاليم لكن اللي بيبقى بأوروشاليم بدوا ياكلها الملك ما صدقوا أمر يكبوه بالسجن ويتعموه خبز الضيق احتقروا لكن أشعية معلق أنجوم مين قده نبي مبارك حتى الليهوتين هلأ بيسموه الإنجيل الخامس سفر أشعية أكتر نبي بالعهد القديم تكلم عن المسيح عن لهوته عن عظمته عن جبروته عن وجوده في كل مكان عن فدائه عن صليبه حتى تفاصيل فدائه على الصليب كيف رح يكون حتى حكي عن نفسيته كيف رح تكون أشعية 53 المشارية يفتحها ويقرأ من أروع الإصحاحات بالسجن تصوروا قبل 750 سنة حكي كيف المسيح بدين صلب بين لصين معقول كيف حمّل خطيانا من نوعيوب كيف كيف إذا شخص بلا خطيئة يسع كان بلا خطيئة وتحدى العالم وقال من منكم يبكتني على خطيئة حطوني بعيني خطيئة مين يسترجع قال أي نبي أي رسول أي قديس أي ملك كلهم لما يصلوا للموت يموتوا رعبة يسحقوها فأشعياء ما حدا كان قدوا لكن ما كان حضور الله واضح بحياته لأنه حضور عزية حجب حضور الله عن حياتك إذا عندك عزية بحياتك يعني عندك شخص متكل عليه اللي كتابة بقول ملعون كل من اتكل على ذراع بشر قال لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني آدم لأنه لا خلاص عندهم معمين متكل يمكن متكل على صحتك يمكن متكل على مصرياتك على علماتك على زكيك يمكن متكل عسليلتك أنا من عيلة فلان هيك اليهود كانوا نحن أولاد إبراهيم قالوا أنتم من أب هو أبليس يسوع ما زكت لهم ما تشوف حالك أنا من ابن وأنا من ابن عنا مثل بيقولوه لا تقل أصلي وفصلي تعرفوه إنما أصل الفتمة قد حصل هلأ هو يشوف بتشدلي ظهرك بالعيلة بالسلالة إذا أنا بدي افتخر بعيلتي بيفتخر بقولوس عملة بسألهم أنا أحسب كل شيء شو نفاية نفاية لكي أربح المسيح إذا ما وصلت لهون لن تربح المسيح ولن تلامس حضوره بحياتك إذا أنت شايف حالك أنا عندي أنا في مين وراي أنا بنتمي لفلان أشعيه كان بالأسف عزية كان متكل على مركزه سلطانه جيش تحت إيده شو جيش؟ جيش مرهب شفته مسلحه بأعظم الأسلح بهذاك الوقت مقليع تعرفشوا المقليع؟ حجارة صخور بخمة بحطوها على قليت بينقفوها نقف وبطير ميات الأمطار تضرب أسوار بتكسر أسوار أسوار مترين ثلاثة مطار خمسة مطار حسب يهدموا فيها أسوار صخور وكلما نققوا الصخور بركينية أقوى مثل حجر الصوان هو اللي بيقوا أكتر بيحملوا دعت يدمروا أنا اللي بدي أقول لك إذا عزية بحياتك بعده موجود لن ترى السيد على العرش ولن ترى الملك على العرش قال عيناي رأتاء الملك أينت يا حجر فيه سنة وفاة عزية الليلة لازم تدفن أنت يا عزية بطنطره يتكبر عليك ويشوف حاله عليك والبرص يضربه ويعديك البرص تصوره هو يهرب من هيكل الله هو يهرب هني شفوه وهو تعرفوا قبل 16 سنة كتير بدوا مديرات يعني هربوناتو كتير بتلعب مثل البورصة صحة أو لا لا نعرف حاله ما رأينا فيه ونعرف يعني شخصيته متعب ما فيه شي بيرضيه ما فيه شي بيرضيه ما فيه شي عزوقه والرب اشتغل عليه وعطاه 52 سنة كان مفروض يكون أبدع وتواضع مثل النبي داود النبي داود ما حكم مثله ما حكم 52 سنة داود كلهم على بعضهم بين البريه هون هون بكاوة 40 سنة لكن شو كان شهادة الله عنه رجل بحسب قلبي بيقدر الرب يقول عنك الليلة أنت شخص بحسب قلبه عمين منتكل بيك امك خيك اختك عمك مركزك قلتلك علماتك سيارتك يمكن يمكن منتكل على سيارتك أنا عندي سيارة ما بدأ لا تحكي يمكن يمكن منتكل على جمالك أنه أنا عندي جمال بتاعتقد هولي كله فيك تتكل على ليون أغنى أغنياء العالم أجمل بشر على الأرض اجت قيام وانتهى كل شيء من عندك بتاعتقد هولي كل شيء يا المال بيروح يا الجمال بيروح يا الصحة بتروح وبالآخر أنت راح تروح مخلد جدك وين ستك وين الله الله نطر عزية يموت ما تخلي الله ينطر شيء كبير بحياتك يموت وتموت وراه تصوروا لما مات عزية الله ظهر لأشياء وشايف حاله على حقيقته وشايف حاله على حقيقته ما عاد شايف حاله نبي لاحظته ما قاله أنا النبي ولو تعرفوا شو قال الويل لي يا مصيبتي بالمصر بقول لي يا لهوتي كيرسي شايف حاله على حقيقته إنسان نجس الشفتين صرر من خمس أصححات نازل بالشعب ديروني وغضب الله بينزل عليكم ولماذا لي كثرت دبائحكم البخور هو مكره لي رأس الشهر والثابت والمحفل رؤوس سهوركم مغيضاتها نفسي أعيادكم مش طيقكم إن كثرتم الصلاة لا أسمع نازل بالشعب عم بيقلون لكن لما الله ظهر تنامس مع حضور الله غيرت الرسالة قال الويل لي إني هلكت تعرف قمام الله أعظم الديس بيشوف حاله هالك قدامه كمقياس مش عم بيحكي عن عمل النعمة كمقياس ما فيك أمام الله القدوس الكامل البارد تقول أنا شو بني شو بني أنا صدقوني أعظم رجالات الله ما اخترقوا بحياتهم إلا من بعد ما اعترفوا بخطاياهم وضعفاتهم وسهواتهم وزلاتهم والسهوات لمن يشعر بها مين في عشر ما بتحس فيها شبه الشر بحياتهم أمام الله ما قدروا يستروه وقال له ما اخترقوا ما اخترقوا طول ما أنت مخبة تعلب فرواته حلوين فاتح ثغرة بحياتك ما تفكر أبداً إنك رح تتلمس مع حضور الله يلي كانوا باللقاء حضور الله شو عمل فيهم الأبضاي اللي قدر وقف عجرين الأبضاي اللي قال ما آي ما قال آي لو في وقت بلو نيطع بخبره بس أنا بقدر إشهد لأنه أنا دقته بعرف شو يعني الله يلمس إنسان ترابي لأنه هيدا الجسد الهش الطبيعة الساقطة ما بتحتمل حبه مش حبه ما بتحتمله مش قداسته مش دينونته معنوهول يا رائعين حبه ما بتتحمل صدقوني وفي ناس بيفهموا علي شو عام بحكي صلت لمرحق أنا قلت له عموت مش قدر تحمل بقى عموت بس بعد بدي بعد بدي بس عطيني نعمي عموت صدقوني وصلت للموت لما حبه غمرني عرفت شو يعني واحد عم بيموت ما كنت بعرف بس عرفت شو يعني حب يسوع لجبلة هشة ضعيفة ساقطة النعم افتقدتها بدك حضور الله بحياتك ما تهرب منه هرب لعنده ركود لعنده اقتربوا إلي اقترب إليكم لما حدا بيقلك فيه لقاء خسرت إذا ما طلعت صدقوني خسرته صدقوني خسرته ما حدا الرب لمسه باللي قائم مثل ما كان بس برجع بالك انت مسؤول عن اللي اخدته تبه مسؤول تضلك تشتغل على حياتك وتضل بمحضره وتنتقل من محضره لمحضره 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 يعني هرافه وحاضر فيك ما تنسى وتعيش عراسك انتبه هو فيك حساس من هيك الله شبه الروح القدس بالحمامة كتير حساس ما انه دبيش ما انه لقيم ما انه وقح وذيع متواضع خفيف مرة قلت لكم الحمامة اذا بتعرف في مكان ما فيه سلام ما بتغط فيه ما بتغط لو كانت عم تقصد هيدا المكان بتضرب اليمامة مش هيك اليمامة ما عندها مشكلة عندها غباء شوي اغبة من الحمامة متل النعامة بقولك تيب الله انسيها الحكمة فيه مخلوقات الله انسيها الحكمة فلا عندها اشي مميزة تكون عبر لألمة ما عندها من الحيونات الطهرة كانت لكن الحمامة لا بدك عزية يضل هو سنة حياتك ولا أبو العز الرب يسوع المسيح يكون سنة حياتك مين بدك ليل الليلة أرارك أرارك يتقوله يسوع أنا بدي ألمس حضورك وتصور الله أعلن زيته لأشعية بثلاث طرق رأى السيد أدناي الملك ورب الجنود ورب الجنود معناته هو سيد الخليقة كلها يعني الكواكب المجرات الشجر الحيوانات البحار الغيوم الهواء الرياح تحت سلطانه تحت سلطانه خليني قللك حتى الشياطين خاض على إله إياك تفكر الشيطان عم يعمل الإبراس بس لو ما الله سمح له ما بيسترش يعمل شيء اتصوروا يسوع لما كان على الأرض بالجسد بالجسد لما كان يشوفوه يموتوا رعبه يلي يبقى مسكوهم يرقعوه يقولوا ما لنا ولك يا يسوع ابن الله الحي هل أتيت قبل الأوان لتعذبنا خايفين يعذبون لأنهارفين السلطان بإيده بدك السلطان يصير بإيدك تصير جهنم تعرفك وتخاف منك ولا يقولوا هيدا حاصل عليها ده بين إيدي ما يهمكن ولا بدك إبليس يخسرك وتصير ابن السماء فعلا ما تضلك بعيد ومفكر حالك قريب الشعي كان مفكر حاله قريب بس لما حضر الله وحضوره لامسه فهارف قدي شو بعيد ومحتاج يتوب مش بس شايف حاله شايف حالة الشعب قال وأنا ساكن بين شعب النجس الشفتين لا يا شايف قال لي أن عينايا الآن قد رأتا هلأ شايفه قبل ما كانوا شايفين هلأ انفتحوا عيونه مثل ما صار مع شاوول الطرسوسة لما ظهروا يسوع نعمى ولين عمى من نور قداسته لأنه أسود بالنسبة لأ الله كان شاوول أسود مليان ظلم شر وأتلوا انتقام لما تاببها ثلاثة أيام فتحوا عيونه قال له ساعة حنان لكي تبصر البار بعتني لكي تبصر البار يسوع هابب الليلة تبصر البار ولا بدك تحجب حضور الله عن حياتك من خلال عزية مين عزية بحياتك الليلة حاس نفسك إنسان مال صحة جمال طول عرض شو شايف حالك كله رايح كله رايح ما حدا مخلد بهالدني هو الباقي الوحي هابب الليلة تختبر حضوره بحياتك ياريت انغمد عيونه تحاص نفسك قل له يا رب بدي اتخلى عن عزية هلأ ما بدي انحرم حضورك ما بدي انحرم اعلاناتك على حياتك شوفك الملك على كرسيك العال شوفك بمجدك شوف الملائك السرافيم يا ما الله خلى ناس يشوفوا ملائك في منهم موجودين بيناتنا ليه تأكد لهم أنا هو هو أمس واليوم إلى الأبد اللي بدي اتخلى عن عزية يا رب لأنه اللي أنا متكل على رمال متحركي ما في شي سابت ما في شي سابت ما تنخدع يا خي ويا أختي انك انت بعدك بأول شبابك أو حتى انت شخص صرت كبير وعندك خبرة بالحياة وانا بفهم وانا بعرف خليني قللك سليمان الحكيم جرب الحكمة وجرب الغباء وجرب المجد والسلطان قال الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس نهاية الأمر حسما قال اتقي الله خاف الله تعال عنده عيش برضاه عيش على كلمته عيش على إنجيله مش على راسك راسك بيخربك لأنه مليان من هون ومن هون أمور الله مش راضي عليها مش إذا الله سيكت يعني راضي قال يتأنى علينا لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة كلنا محتاجين أنتوا كأولاد للرب كأشخاص بعد ما عرفنا يسوع شو ناطر يوم الدينوني شو ناطر مصير أبدي في جحيم دود لا يموت ونار لا تطفق لا محبّة ولا رحمة ولا شفقة ولا حنين ولا مين يتطلع فيك بعين الرأف تحت مكان مقزز مؤرف روايح نيران رعب مخيف نور ما فيه نقطة مي ما فيه شو بدك إذا أشعياء شايف حاله هالك أنت شو بتشوف حالك وانت شو بتشوفي حالك يقول له يا رب ما بدي أسترخص نفسي ولا بدي أستغلي إنسان عليك كون أنت الأول بحياتي أعطي الأولوية ليسوع مثل ما جعلك الأولوية لما ميت عنك على الصليل أمين يا رب بحطك النفس بين إيديك الليلة وبقول لك أنت القدوس الساكن وسط التسبيحات ملائكتك أنت المرتفع والساكن مع المتواضع الروح والمنسحق لكي تحيي روح المنسحقين وترفع المتضعين مش كراك أنك أنت شايف قلب كل واحد هيدا الليلة بقول لك يا رب زور كل نفس المسك القلب رجع إليك لبعاد حتى يلامسوا حضورك ويكتشفوا حضورك ما تسبح لعزية بحياتهم يمنع حضورك ورؤياك أعطيهم قرار الليلة يعزلوا عزية من حياتهم لكي يختبروا حضورك أنت الأزل السرمد الأبدي إله الآلهة رب الأرباب وملك الملوك إلى كل المشد إلى كل المشد آمين آللويا آللويا نعمة ربنا يسوع ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس تكون معي ومعكم إلى أن يأتي رب المشد رب معكم ترجمة نانسي قنقر